موسيقى نهر الفرات ليفاظ تطلع وقف هذول الشيوخ اللي جابهم نظام الاسد واللي جابهم مثل واللي جابتهم الميليشيات اليرانية لسه تحضيرات للاجتماع نحن نحضر الاجتماع بل ايام القليلة القادمة اسسنا مجتمع اشائري حتى يدافع عن المنطقة المنطقة العربية ونحن اولاد العشائر العربية اولاد العشائر السورية مستعدين يحمون هذه المناطق نحن نطالب المجتمع الدولي الولايات المتحدة الامريكية اتحاد الاوروبي دول اصدقاء سورية يكفون الدعم عن البيدة والبككة لان البيدة والبككة منظمة ارهابية نفسها نفس داعش 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 قتلت وهجرت القبائل العربية والسنية والشعب السوري والبيدة والبككة وما يسمى حماية وحدات الشعب هذول قتل اكثر من داعش العراقية معنا نعم يجبرون القرى العربية او يجيب ولد او بنت او تلتحق معنا وهدموا بيوت العشائر العربية اللي موجودة في منبج في تل ابيض في سلوك في راس العين في القامشلي في الهول في بحرط الهول اخواننا وقاربنا عشيرة الخواتنا في الشداذي عشيرة جبور ما خلم العشائر العربية وما هدمهم البيوت الموجودة هناك وانتهكم احرقهم الاخضر واليابس الجرائم اللي ما سوتها داعش هم سووها هم أوصخ من داعش فداعش منظمة ارهابية ممكن تخلص بسنة سنتين ثلاثة وجميع المجتمع الدولي يحاربها فهذول هدم مو بسقتلهم الشباب العربي وهجرهم محهم التاريخ العربي يريدون يمحون الهوية السورية وهذول انزلهم من جبال قنديل ليس سوري انزلهم من جبال قنديل حتى يقسمون سورية ويعملونها فيدرالية لبسهم كم واحد مرتزق من العرب وقالهم هذول شيوخ فهذول ليس يمثلون شيوخ العرب لا احمد الدهام ولا احمد الجربة ولا هذول قبيلة شمر اللي موجودة بالحسكة لا تمثل اكثر من سبع تالاف ثمانتالاف شخص لا تمثلهم قبيلة شمر اللي موجودة بالحسكة اللي احمد الجربة احمد الجربة اوصخ من داعش وحميد الدهام اوصخ من داعش هذول ضم صوتهم للهوية الترى البككة والبيدة فاحنا الاكراد احنا متعايشين معاهم من زمان الكراد روح يسأل الشياب الكبار ما يحبوا ما يقولون انه احنا والعرب متعايشين احنا وياهم من مئات السنين في انغرة ان شاء الله في انغرة ان شاء الله بالقريبة القادمة الاكراد يمثلون في الحسكة محافظة الحسكة 27% فالباقي كل تمكونات عربية ومسيحية العرب يمثلون في محافظة الحسكة ما يغارب 65% العرب ويباقي من التشيشان وباقي من المسيحية وباقي من الارمل في الرقة العرب اللي في الرقة يمثلون 95% الاكراد مالهم 5% في الرقة